الخطر اللي كان بخلاف خطر انه فيه سلطة حقيقية يعني تريد السيطرة على كل مفاصلة الدولة وهي داخلية ايه المخاطر الخارجية راح تقدر تصنفها كانت موجودة في 30 يونيو من 7 سنة طبعا يمكن اختطاف الوطن او اقتصاب الوطن كان ده اللي سايد امام المجتمع المصري واللي ظاهر جدا وواضح انما الجزء الخارجي كان يتمثل في دعم قوة كبرى وعظمة في طار تحقيق ادفها ومصالحها لازل ايه الاختطاف لان معلوم ان الدولة المصرية هي عمود الخيمة بالنسبة للوطن العربي وقوة المصالحة المصرية هي عمود الخيمة بالنسبة للدولة المصرية وبالتبعية هي عمود الخيمة بالنسبة للوطن العربي فبالتالي إيجاد هو بين العنصرين دول في ظل وجود فصيل يعني لا يعترف لا بالحدود ولا بالدولة ولا بمفهوم الدولة ولا بقيمة الدولة ولا بالوطن بالنسبة له الموضوع موضوع يعني يعني ما الوطن إلا حفنة من الطلاب العفن كما قالوا حسب تعبراتهم العظيمة ففي التالي ده السمت السيد في هذا التوقيت فعشان كده كانت 30 يونيا اللي غيرت استراتيجية العالم كله من جهة اللي استردت وطن من برأس المقتصاب والإرهاب من العناصر الإرهابية والعناصر اللي هي اللي كانت لا تعي ولا تقدر قيمة الوطن اللي استردت فعلا قيمة الأمل لأن احنا بنستشعر الأمل ولولا الأمل ما كناش وصلنا لمرحلة دي إن عندنا فيه نظرة كده مستقبلية فيه رؤية فيه بعض احنا بنبص له قدام شايفين وعايزين نوصل له فيه هدف عايزين نحققه الحاجات دي لم تكن تتوفر فيه ما قبلها 30 يونيا ولكنها أعتقد أن في النهاية العوامل اكتملت بالنسبة لها وعي وإدراك شعب هو تقدر تحمي هذا الوعي هو تقدر تنفذ المخططات قدرة على عدم وجود أي إملاءات يعني حرية قرار هنا ما بقاش حد فرض عليها كلامه لأ أنا قراري حر قراري نابع من مصلحتي من إنكانياتي وقدرتي ومصلحتي ودي كانت واحدة من جوانب المخاطرة في 30 يونيو طبعا هل حضريةك بتعتقد أن استقلالية القرار دي ما كانتش مرحب بيها قوي في 30 يونيو شيء طبيعي لأن حضرتك طالما استقلت بالقرار يبقى ابتعدتي عن عملية الاستقطاب ابتعدت عن عملية الإملاءات والعباءات ابتعدت عن الدول إحنا أدوات إحنا دولة فاعلة ولاست أداة إحنا دولة لنا قرارنا فبالتالي لنا حرية الانتخاذ وإلا كنا استدرجنا إلى أمات كثيرة جدا لا تحقق الأمن القومي للمصر بل تساهم في تفكيك قدراتنا القتالية وقواتنا المسلحة وتفكيك أيضا في تفكيك وتساهم في تفكيك العدد الداخلي للدولة المصرية المتمثل فيه مش عبتة ما قولي بنعملها دلوقتي مم